موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار والبداية بالعنون مجهولون يغتالون مدير مرور عدن بحي المبدارة في مديرية الشيخ عثمان قوات الجيش تسيطر على معسكرين تدريبيين لعناصر تنظيم القاعدة في وادي سر بحضرامونت الوفد الحكومي في مشاورات الكويت يقدم رؤيته الخاصة بعملية الاشراف على انسحاب الميليشيا من المدن موسيقى اهلا بكم اغتالى مسلحون مجهولون مدير مرور محافظة عدن في مديرية الشيخ عثمان وقالت مصادر محليين مسلحين على مدن دراجة نارية اطلقوا النار على العقيد مروان ابو شوقي اثناء خروجه من منزله في حي الممدارة ثم لادوا بالفرارة هذا وتشهد مدينة عدن منذ ايام عودة عمليات اغتيال طالت ضباطا في الجيش ومواطنين برغم الانتشار الامني المكثف داخل المحافظة والى حضر موت حيث تمكنت قوات الجيش بمساندة قوات تحالف من السيطرة على معسكرين تدريبيين لعناصر تنظيم القاعدة في الوادي وقالت وكالة الانباء الرسمية سبا لقوات الجيش سيطرت على معسكر سودف ومعسكر نخر الحاشد في وادي سر بمدرية القطن واضفت الوكالة ان المعسكرين كان بمثابة معقلين رئيسيين تستخدمهم القاعدة لتدريبي عناصرها هذا واستشهدت ثلاث نساء من اسرة واحدة واصيب رجل مسن بانفجار لغم قرب منزلهم في محافظة حضر موت وقالت مصادر محلية ان لغما ارضيا انفجر في منطقة سودف بوادي سر في مدرية القطن ما ادى الى استشهاد ثلاث نساء واصابة رجل مسن واضفت المصادر ان قوات تحالف شنت هجمات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في المدرية ما تسبب بنزوح عدز من الاهل وفي سياق موتصل اكد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الاحمر ان عملية ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ستستمر حتى تطهير جميع المناطق واضف الاحمر في تصال هاتفي مع قائد المنطقة العسكرية الاولى عبد الرحمن الحليلي ان ملاحقة عناصر القاعدة ستستمر حتى بسط سلطة الدولة واحلال الامن والاستقرار وبناء الدولة الاتحادية ذات الاقاليم الستة ومنها اقلم حضر موت وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا مرسلنا حداد مسيعد مرحبا بك حداد بداية حداد كان هناك انبات تتحدث عن مؤتمر صحفي لقائد المنطقة العسكرية الاولى ما هي اهم ما جاء بهذا المؤتمر؟ نعم عقد صباح اليوم مؤتمر صحفي مع قائد القنطقة العسكرية الاولى بوادي حبر موت اللوى عبد الرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية الاولى اه المؤتمر اه تحد فيه عن سنة عملية العسكرية الحاسمة للتصدي لمواجهة القاعدة بوادي سر وطبعا هذا الوادي قال انه يعتدد من اكبر القاعدة القاعدة قموت حيث قبلغ طول الوادي اكثر من خمس وثمانين كيلومتر وقال ايضا اللوى الحليلي ان قوات اليوم تعرضت لكماء وعبوات ناسية اثناء دخولهم قاعدة قاعدة ايش 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 اللبى حداد والى محافظة شبوا حيث قتل شخصان يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة في غارة الجوية لطائرة بدون طيار ونقلت وكالة الانظول عن مصدر محل قبول ان غارة لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة بوادي مدرية مرخة اسفرت عن مقتل شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة قادمين من محافظة حضرموت وأكدت المصادر تسلل العشرات من عناصر التنظيم الفارين من الحملة العسكرية إلى محافظة شبه في محافظة لاحج شنت مروحيات الأباتية التابعة للتحالف العربي غارات على مواقع عناصر تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة الحوطة وقالت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مواقع لمسلحي القاعدة الشرق وغرب المدينة ويأتي القصف الجوي بعد حملة مداهمات شنتها قوات الجيش على مواقع يشتبه أنها أوكار لعناصر التنظيم ذا وكانت قوات الجيش أعلنت في وقت سابق طرد عناصر القاعدة من مدينة الحوطة مشاهدين الكرام نواصل معكم فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت برعاية الأمام المتحدة كشف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن وجود ضغوط كويتية ودولية على وفد ميليشيا الحوث والمخلوع تم بناء عليها موافقة الميليشيا للدخول في جدول العمال وتقديم مقترحات لتنفيذ الجدول من الطرفين وقال المخلافي أن جدول العمال يتضمن النقاط الخمسة التي تبدأ بالانسحاب وتسليم السلاح لفتا لأن وفد الحكومة قدم للمبعوث ورقة تفصيلية برؤيتها وأضف المخلافي أن السلام يبدأ بالالتزام بوقف اطلاق النار والتوقف عن تفجير المنازل باعتباره إرهابا وجريمة حرب نافتا إلى أنه لا طريق للسلام إلا عبر تنفيذ القرار 22-16 وفي السياق ذاته قدم الوفد الحكومي في مشاورات الكويت رؤيته الخاصة بعملية الإشراف على انسحاب ميليشيا الحسي والمخلوع من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة التي تم نهبها من مؤسسات الدولة ونصت الرؤية التي تم تقديمها خلال اجتماع مصغر يوم أمس على مقترح بتشكيل لجنة عسكرية بمشاركة أممية للإشراف على عملية نزع الأسلحة من الميليشيا وطالبت أن تتولى تلك اللجنة الإشراف على هذه الترتيبات التي تشمل استيعاب القوات العسكرية والأمنية المنظوية في الخدمة عشية اجتياح الحسيين للعاصمة في الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014 هذا وقال الناطق باسم ميليشيا الحسي محمد عبد السلام إن جماعته لن تسلم السلاح وأنهم لم يذهبوا للكويت من أجل ذلك وطالب عبد السلام سفراء الدولة الثمانية عشر البدء بالترتيبات السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل انسحابهم من المدن وتسليمهم السلاح الثقيل والمتوسط وهو ما ترفضه الحكومة بعد سلسلة لقاءات منفردة عقدها المبعوث الأممي بوفدي الحكومة والميليشيا في الكويت تم أخيرا عقد أول لقاء يضم الوفدين منذ توقف المحادثات اللقاء المصغر الذي عقده ولد الشيخ بعدد محدود من الوفدين بدى وكأنه محاولة للتأكيد على أن المحادثات لا تزال قائمة لكن اللقاء لم يخرج بأي تطور يشير لأن المباحثات ستتجاوز عقبات الإفشاد التي تضعها الميليشيا رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي أكد حرص حكومته على إنجاح المشاورات بقوله كلما أغلق باب أمام السلام سنفتح بابا آخر ولكن طريق السلام واضح ومعروف وهو استعادة الدولة كما قال مؤكدا في بيانله على صفحة الشخصية أن وفده متمسك بالمرجعيات وبما يحقق سلاما يستعيد الدولة ويخولها وحدها احتكار السلاح أما رئيس وفد الميليشيا فكان يتحدث في لقاء مع سفراء الدول الثماني عشر الرعية للمشاورات عن رفض جماعة تسليم سلاحها مؤكدا أنه بعد عام من الحرب لا يمكن لجماعة أن تسلم سلاحها للطرف الآخر حسب قوله حديث عبدالسلام ليس جديدا فهو تأكد على موقف الميليشيا التي تؤكد دائما أنها جاءت للكويت لإيقاف غارات التحالف وبحث تشكيل حكومة تكون طرفا فيها وتعتبر الحديث عن سيطرتها على الدولة والسلاح أمرا غير قابل للنقاش في هذه المرحلة على الأقل ومع استمرار وفد الميليشيا في رفضه متذرعا بأنه من غير الممكن تنفيذ هذين البندين الآن قدم وفد الحكومة تصوره ورؤيته الخاصة بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية فيما ذكرت مصادر في الكويت أن المبعوث الأممي طالب الوفدين بتقديم رؤيتهما لتنفيذ النقاط الخمس على الصعيد ذاته توقعت مصادر سياسية أن يعقد المبعوث الأممي السماعي الولد الشيخ مساء اليوم الجمعة مشاورات منفصلة مع وفدي الطرفين قبيل جلسة عامة غدا السبت وستخصص الجلسة للاستماع إلى رؤية الحثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام حول الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والضمانات المطلوبة التي من المرجح أن يصدرها الحثيون بمطلب تشكيل حكومة توفقية بمشاركة الجماعة وحلفائها إلى ذلك سلم وفد الحكومة المبعوث الأممي تقريرا مفصلا عن خروقات الميليشيا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية في عدد من المحافظات وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبا إن التقرير شامل خروقات الميليشيا في محافظات البيضاء والجوف وشبوى ومأرب وفي مدريتي نهم والوزعية وضفت أن الخروقات تجاوزت المئة وفي سياق متصل قالت لجنة التهدئة وتوصل الحكومية أنها سجلت أربعة وسبعين خرقا للتهدئة من قبل ميليشيا الحثي والمخلوع منذ أمس وحتى اليوم في محافظات تعز والبيضاء والجوف ومأرب والظالع وشبوى وأوضحت اللجنة أن الميليشيا فجرت منزل المواطن فارس حمود في حي ثعبات بتعز وقصفت الأحياء السكنية وهجمت مواقع المقاومة في عدد من المحافظات ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر حيث أصيب 29 شخصا بجروح في سسلة خروقات للهدنة ارتكبتها ميليشيا الحثي والمخلوع بقصف الأحياء السكنية ومهاجمة مواقع الجيش والمقاومة ونقلت وكالة الأنباء سبع عن مظر طبي قول أن 17 مدنيا أصيبوا بينهم أطفال ونساء جراء قصف مدفعي شنته الميليشيا على أحياء ثعبات وحسنات والجحملية وعدد من الأحياء السكنية وذكر المصدران 12 فردا من الجيش والمقاومة أصيبوا في قصف للميليشيا عدم وقعهم في الزنوج وثعبات واللواء 35 مدرع والسجن المركزي والضباب والوزعية وفي تعز أيضا خرجت مسيرة للمطالبة بتطبيق القرارات الأممية خاصة القرار 22-16 ورفع المتظاهرون لافتات نددوا فيها باستمرار عرقلة ممثلي الميليشيا لسير عمليات المشاورات الجارية في الكويت وطالب المتظاهرون بنزع سلاح الميليشيا وانسحابها من المدن واستعادة مؤسسات الدولة قالت أحصاية للمقاومة الشعبية في محافظة إب إن عشرات المنازل تعرضت للتفجير الكلي والجزئي من قبل الميليشيا منذ اجتياحها لعدد من المحافظات وطالت مسيرة تفجيرات المنازل عددا من مديريات المحافظة تفاصيل أوفا في التقرير التالي أن يهدى مدارك ويشرد أطفالك لا أقسى من هذه اللحظات المؤلمة التي يعيشها أصحاب الديار وهم يرون بيوتهم تتهاوى أمام أنظارهم على واقع صراخات الموت ودوية الديناميت هذا الفعل أصبح سلوكا متبعا انتهجت ميليشيا الحوثي على معارضيها منذ بداية توسعها من محافظة صعدة وحتى آخر بقعة جغرافية التهمتها بعد انقلابها على الدولة محافظة إب هي الأكثر تعرضا لهذه المسيرة التفجيرية فخلال ثمانية أشهر تم تفجير خمسة وخمسين منزلا علاوة على حرق عدد آخر منها وبحسب إحصائية للمقاومة فإن سبعة وثلاثين منزلا تعرضت للتفجير الكامل بينما ثلاثة عشر منزلا آخر تعرضت للتفجير الجزئي والأضرار نتيجة القصف العشوائي أو تفجير منازل مجاورة فيما خمسة منازل تم حرقها كليا الجراء متوزعت على عشر مديريات من مديريات المحافظة وكان لمديرية الحزم النصيب الأكبر منها حيث نالت اثنة عشر جريمة تفجير من إجمال الجرائم تلتها مديريات جبلة بثمان حالات تفجير وجاءت في مرتبة الثالثة كل من مديريات السبرة ويريم وبعدان بواحد وعشرين جريمة تليها مديرية الرضمة التي شهدت تفجير أربعة منازل وست جرائم تفجير منازل في ذي السفال والظهار مناصفة لتختم الميليشيا مسيرتها بتفجير أربعة منازل في مديريتي العدين والمشنة في محافظة البيضاء تواصل ميليشيا الحوث والرئيس المخلوع خرق اتفاق وقف اطلاق النار في مديرية ذناعم والحميقان حيث قصفت قرى أهلة بسكان في منطقة خرصان بين محافظتي أبيان والبيضاء في البيضاء لا وقت للهدوء بالنسبة للميليشيا فوقت الاتفاق على وقف اطلاق النار هو نفسه أيضا متنفس آخر للحرب وبين المرحلتين تجد الميليشيا وقتا حتى لقصف من يرصدون الخروقات التي كثفت منها ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال هذه الأيام حيث وصلت قصفها على مواقع المقاومة في مناطق عباس والمختبي بمديرية ذناعم فيما استمرت هجماتها في منطقة الوهبية بين البيضاء ومأرب حيث دارت مواجهات عنيفة في كل من مناطق الخليقة وعبل وفي مديرية الصومعة واصلت الميليشيا قصفها بالكتيوشا عدة مناطق آهلة بسكان أسفرت عن تضرر عدد من المنازل وممتلكات المواطنين في غضون ذلك تتواصل التعزيزات العسكرية للميليشيا الإنقلابية إلى مناطق عريب وبركان وثرة بمديرية مكيراس وسط تحركات مريبة بحسب شهود عيان يرجحون محاولة الميليشيا العودة من هذه المنافذ صوب المحافظات الجنوبية بينما تؤكد هذه المصادر أن الميليشيا المتمركزة بأعلى قمة عقبة ثرة ومركز مديرية مكيراس قصفت مناطق وقرى آهلة بسكان في منطقة خرصان وعدة مناطق في مديرية لودر بمحافظة أبيان النشرة مستمرة فيها بعض الفصل جهاز نزع الألغام في عدن يفجر كمية من الألغام في صحراء العلامة شرقية المدينة اشتركوا في القناة مجهولون يغتالون مدير مرور عدن بحي الممدارة في مديرية الشيخ عثمان قوات الجيش تسيطر على معذكرين تدريبيين لعناصر تنظيم القاعدة في وادي سر بحضرمات الوفد الحكومي في مشاورات الكويت يقدم رؤيته الخاصة بعملية الإشراف على انسحاب الميليشيا من المدر أهلا بكم من جديد فجر جهاز نزع الألغام بمدينة عدن كمية من المتفجرات والألغام في صحراء العلام شرق المدينة ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولنا في جهاز نزع الألغام أذن المتفجرات التي أطلفت تم ضبطها خلال عمليات مداهمة لمواقع مسلحين في محافظتي عدن ولحج يعاني أطفال مدينة تعز من ظروف معيشية صعبة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة منذ أكثر من عام حيث حرمت الحرب الأطفال من أن يعيشوا طفولتهم في مدينتهم المحاصرة رغم محاولة العديد من المبادرات الشبابية إخراجهم من جو الحرب محاولة لإعادة الطفولة ولو كان بالقليل من مظاهرها الغائبة في الحرب يتضرر كل شيء الأرض والإنسان وحتى التاريخ ولا يبقى خارج دائرتها إلا أولئك المستفيدون منها لكن الأسوأ هو الإضرار بمستقبل وطن بأكمله ممثلا بها أولئي الأطفال من يحملون الحاضر في ذاكرتهم واليمن الجديد في سنوات مستقبلهم القادمة يوم ما سيغيرون واقع هذه الأرض والبلاد سينقلون تجربتهم القاسية والتي دفعوا ثمنها غاليا كدرس مجاني للأجيال القادمة مفاده ألا مجال لاستيطان الحرب بعد انتهائها بالطبع لأرضهم مرة أخرى يحرص أبناء مدينة تعز على ابتكار طرق جديدة لإبقاء شعلة الطفولة صامدة أمام الحرب يحاولون بكل ما أمكن إشراك كل ما يسكن المدينة لاستعادة الحياة والطفولة يقاومون بالسلاح والكلمة حتى ويقيمون الفعالية للترفيه عن الأطفال الذين أنهكتهم الحرب وتبعاتها ففي مدينة التربة أقيم مهرجان الطفولة للمطالبة بالسلام والترفيه عن الأطفال النازحين في المدينة من شردتهم الحرب وقادتهم إلى هنا نحن في المساحة الصديقة نستهدف الأطفال النازحين من أجل خراجهم من قوى الحروب ونعمل على توعيتهم بمخلفات الحرب ومخاطر إلى هنا أما الأطفال فلا تبدو مطالبهم كثيرة وشاقة فكل ما يريدونه حياة طبيعية ومكان أفضل للعب برفقة أسرهم شكرا للمساحة الصديقة وبرنامج تفعيل قلم لأنه أبعدنا عن الحرب والصراع ووفروا لنا بآعة من اللعب هكذا هي الطفولة في تعز تضيع بين مشاهد القتل والدمار المتجددة أمام أعينهم كل يوم لكنها تبقى رغم المأساة عنوانا للتحدي لمستقبل ربما سيكون أفضل لهم إن عاشوا في الحديدة يشكل نقص المنهج المدرسي عبئا إضافيا إلى المشكلات والقضايا التي يعانيها قطاع التعليم ما يضاعف من معاناة الطلاب في ظل الأوضاع التي تشهدها المحافظة ما تزال مشكلة المناهج الدراسية القضية الرئيسية التي تؤرق الطلبة في محافظة الفديدة حيث يعد قطاع التعليم من أشد القطاعات تضررا في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد إلى جانب تسرب الطلبة من التعليم وغياب المعلمين واستخدام بعض البدارس ملاجئ للنازحين أو مخازن عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع المشكلة الطارئة الآن بالنسبة لهؤلاء الذين يحاولون الاستمرار وسط كل هذه المخاوف هي غياب المناهج الدراسية التي تساهم في تفاقم مخاوف هؤلاء التلاميذ خصوصا في لحظات الاقتراب من فترة الاختبارات النهائية حيث يعانون من غياب الكتاب المدرسي وعدم توفره على وجه الخصوص تبرز هذه المشكلة في المديريات النائية والبعيدة عن مركز المحافظة فيما المدرسون يرون أن غياب المناهج وعدم توفرها واحد من العقبات تبقى هناك مساحة ضوء في بعض هذه المدارس للتعليم ومحاولات الطلبة الالتحاق بركب المستقبل من خلالها وإن كانت قليلة أو بسيطة ومع كل ذلك ما يزالون يسيرون غير أن السير إلى المستقبل مهدد بكثير من العقبات في لحظة لا أحد خلف هذه الأسوار من المعنيين يرد على التساؤلات العالقة في أذهان الطلبة والمعلمين ولا حتى على وسائل الإعلام في محافظة لحجة نظم طلبة مدرسة طارق بن زياد بمدرية توبن فعالية خيرية لمساعدة زملائهم من جرح الحرب التي شهدتها المحافظة خلال سيطرة الميليشيا عليها بقاطع الشريط للبدء بفعالية تشين طبق الخيري والذي نظمه طلاب وطالبات مدرسة طارق بن زياد وذلك لمساعدة زملائهم وإخوانهم الذين تضرروا جراء الحرب كحال الطالبة نور والتي أصبت بشضية بشباكة عينها اليسرى أجبرتها على ترك مقاعد الدراسة المشكلة التي تعاني منها أنها يعني فيها انفصال في الشبكة الدراسة يعني ما تدرس نعرفها من قبل المدرسة وما تشوف الغراءة يعني ما تتعلم يعني أنها خطير عليها نظرها ضعيفة بالسبب الأصابة هذه اللي أصابتها الفعالية رغم بسطتها وتواضعها فهي تحمل في مضمونها رسالة إنسانية وصورة من صور التكافل الاجتماعي إلى جانب خلق روح التعاون ليس بين زملاء فحسب بل أيضا والمجتمع عامة معنا هذه الفعالية التي يعني كثير من انتظرناها من مؤسسات المجتمعية حتى تقدم لنا العون في معالجة قرحانة خاصة من الطلاب الذين أصيبوا في هذه الحرب الحاضرون عبروا عن اتياحهم لدى مشاركتهم الفعالية والتي تميزت بعكس روح البذل والعطاء والحث على العمل الخيري بين أوساط المجتمع بصورة عامة ما شاهدناه اليوم في هذا الطبق هو نموذج لما تقوم به إدارة هذه المدرسة والمعلمين الموجودين فيها من أجل القرش روح حب الوطن وأيضا لكل من بحى ولكل من السلسل العمل الخيري وبذل الجهد في مساعدة الآخرين والوقوف إلى جانب المحتاجين بادرة طيبة من طلاب مدرسة طارق بن زياد في تنظيم هذا الطبق الخيري لأسر الشهداء والقرحة علىها تصل إليهم وتخفف معاناتهم وآلامهم مختار شعتل لقناة بلقيس من مديرية تبون محافظة لاحق نهاية النشرة وهذا التذكير بالعناوين مجهولون يغتالون مدير مرور عدن بحي الممدارة في مديرية الشيخ عثمان قوات الجيش تسيطر على معسكرين تدريبيين لعناصر تنظيم القاعدة في وادي سر بحضر موت الوفد الحكومي في مشاورات الكويت يقدم رؤيته الخاصة بعملية الإشراف على انسحاب الميليشيا من المدن نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيسة للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاكم على خير اشتركوا في القناة